نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم ما تأخر من ذنبه قضم من مكانه في الجنة عليه الصلاة والسلام خير من وطأ هذه الأرض ورغم ذلك الله يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم طيب شلون مغفور له ما تقدم ما تأخر من ذنبه هذا فضل الصحبة الصالحة طيب سبحان الله عندما ترجع الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كيف أمره فرطا سبحان الله اللي يترك الصحبة الصالحة والمجالس الطيبة يكون أمره فرطا كيف أمره فرطا قال بعض العلم مثل المسبح هذه لما تقصه من هنا الحبل ليش بصير أبو سلمان بسرعة ولا بشوي شوي بسرعة لما الواحد يبتعد عن مجالس الخير والصحبة الصالحة وعن أعمال الصالحة يفرط أمره ما يدري طايحن في بلاوي وضايع متدهور يمكن تجيكت صلاة أبو عمر واحد يقول والله ما طيقها عوجة كلش من قلب فوق راسي وكان أمره فرطا فرط الأمر ولا تجي شيء بسهولة تجي بسرعة مثل ما تنزل الفصوص حقة السبحة فلذلك أهمية الصحبة الصالحة حتى موسى لما أرسله الله إلى فرعون قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكره إذن الصحبة الصالحة تعينها التسبيح تعينها الذكر حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ما هاجر لوحده اللهم صل دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال الصحبة قال الصحبة يا رسول الله فلذلك أهمية الصحبة لما واحد يكون معه مثل أبو سليمان ثلوب عمار والله العظيم يا أخي نشرح صدرك ما يعينك على مأصية أبت قط يعينك على الطاعة يبعدك عن الضلال ترى هذه أهمية الصحبة يا أبو سليمان فالله يجعلنا وياكم من الصحبة الصالحة يا رب العالمين نسمع على صوته فو سليمان مستقين ذا